موسيقى 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 مثال خير اتجاوز كل الخطوط الحمرة قواته ارتكبت جرائم واستخدمت الاسلحة الكيميائية سياساته شردت الشعب السوري وقضت على مستقبله استنجد بالاجنبي وجاب قوات لتساعده من كل مكان هيك كتار بيشوفه بشار الاسد اللي بتدافع عنه اليوم دول وبتدعمه ميليشيات وبتحاول اطراف سورية واقليمية ودولية غسل وتبيض صورته حتى يبقى بالسلطة بشار الاسد هو موضوع الحلقة الخاصة من الحكي السوري وفيها رح نتوقف عن شخصيته نفسيته سياساته اهم المحطات بحياته والاوضاع اللي وصلت لسوريا بظل حكمه وضرورة المحاسبة ومن ناقش كل هالأمور مع ضيوفنا من باريس أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمريكية زياد ماجد وأحد مؤلفي كتاب في رئاس بشار الاسد ومن واشنطن أندرو تابلر كبير باحثي من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ومن دبي دكتور نادر ياغي استشاري علم النفس السياسي كمان لحنضم لنا لاحقا من برلين أنور البني رئيس المركز السوري لدراسات والأبحاث القانونية في رئاس بشار الاسد كتاب صدر مؤخرا واشترك في تأليفه صبحي حديدي وزياد ماجد وفاروق مردنبيك الكتاب بيتطرق لشخصية بشار وأهم محطات حكمه وسياساته نطلع على بعض ما تضمنه بهالتقرير تقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري الديموطاطي الشعبي أفعاد كريم شهر أفعاد كريم أفعاد كريم أفعاد كريم لقد فعلت كل شيء يا أبي كي أكون أهلا لأن أحمل الاسم الذي أورى التانيئية فعلت ذلك بضمير عندما سلمت مهامي رئيسا اعتقد سدج في كل أنحاء العالم تقريبا أني سأحيد عن الدرب التي رسمتها لي إن النتيجة التي أثر عنها الاستفداء هي تعبير عن إرادة الشعب أنت قتلت في حماع عشرين ألفا أنا قتلت أكثر أكثر بكثير منك هم يحصونهم بمئات الألاف لا أخفي عليك أني نلت مساعدة الأصدقاء من كل النوع الإيرانيين والروس على وجه الخصوص الشعب الحقيقي يحبني بل إنه حتى يمكنني القول إنه يعبدني لحب دمعك زيد ماجد يعني بناء على ما شفنا بالتقرير قبل بناء على الكتاب الذي شاركت بكتابته كيف ننوصف شخصية بشار الأسد في الحقيقة الكتاب هو جزء من سلسلة تصدر عن دار نشر في فرنسا تحاول الدخول إلى رؤوس بعض المسؤولين وكتابنا حول بشار الأسد هو محاولة لشرح فلسفة هذا النظام إذ أن بشار لا يملك هو بذاته إيديولوجيا أو تجربة حكم إنما هو ورث عن أبيه ليس فقط السلطة ولكن أيضا ماكنة ضخمة هي ماكنة السلطة الأسدية التي يمكن القول أنها تستند إلى عصبية طائفية من جهة إلى عصبية عشائرية وعائلية من جهة وإلى العصبية العسكرية التي أوصلت الأب إلى السلطة ومكنته من خلال أيضا شبكات ولاء ومن خلال سياسة خارجية أرادها على الدوام استبدال للسياسة الداخلية مكنته مع سلسلة مجازر ومع سلسلة مواقع خاضة من خلالها السياسة الإقليمية من الاستمرار بالحكم ثلاثين عاما وتقديم هذا الحكم إلى ابنه الثاني الذي لم يكن خياره كان الخيار طبعا هو باسل الأسد فبشار ورث سلطة وكان يريد في نفس الوقت أن يظهر أنه كأبيه لكن لكي يكسب مشروعية لا يملكها أراد رمزيا قتل الأب لبل تخطي هذا الأب في إدارة ماكنة التوحش في سوريا لأستخدم عبارة لجأ إليها في السابق ميشيل سورا حين لخصت دولة الأسدية بدولة البربرية أو دولة التوحش الأسد هو الآن في السلطة كما ذكرتم في التقرير بسبب عون حلفاء والده وحلفاء النظام الذي يقوده يعني إيران وروسيا التي مكنته من البقاء في السلطة إضافة إلى السياسات الغربية المرتبكة والسياسة الأمريكية التي كانت غير واضحة المعالم وأحيانا لم تقم بما كانت تعد به وظلت على هذا النحو طيلة عهد أوباما وهي مستمرة بنفس الطريقة ولو بلغة صاخبة في عهد ترامب نعم سيد أنور يعني انتلاقا كمان من الكتاب شو أخذ بشار الأسد من أبوه كيف ترجم اللي أخذه من أبوه بالأفعال اللي عم يمارسها خلال فترة حكمه يعني اللي أخذ من أبوه بتصور هو إجرامه اللي أخذ منه العقلية الإجرامية بس ما أخذ منه فعلا العقلية المدبرة يعني بشار حسب المقربين منه شخص أقرب إلى المعتوه حقيقة أو المعاق كشخص هو أخذ من أبوه النظام الدموي اللي ركب على ركائز من المجرمين الدمويين كذلك أسس لدولته البربرية اللي كما وصفها ميشيل سورا وكما هو معروف على الدماء وعلى القمع وعلى الإرهاب وبالتالي الكتاب اللي شارك فيه الأستاذ ماجد دكتور ماجد وصبحي حاولوا الدخور إلى عقل مجرم حقيقة كعقل شخص وكعقل نظام هو عمدي مع أنه بشار الأسد ما هو عقل النظام يعني أكيد ما هو عقل النظام لكن العقل الإجرامي بالنظام أكيد نعم أنا فيه كلمة مهمة بس قال السيد أنور بدي أنا لألك سيد نادر يعني أنت خبير بالمواضيع النفسية هل فعلا فيك تشوف من الحركات أو من خطابات بشار الأسد أنه عنده مشكلة ذاتية أو مشكلة عقلية مثل ما قال السيد أنور بشار في جميع المقابلات التي كانت تحدث معه المقابلات التلفزيونية حتى في خطاباته في بعض الأحيان في مجلس الشعب ومناطق هذه كلية والجماهيرية حتى لما كان في بداية الثورة ما فيه تناسق ما بين لغة جسده وكلماته عنده دائما حتى لما يخرج في بعض الأحيان من النص اللي نقول مكتوب أو اللي بيعطوله بنلاقي شخص مختلف نهائيا مش الشخص اللي ممكن يدير دولة مش الشخص اللي ممكن حتى نفترض لو رجعت لمهنة الأصلية هو طبيب حتى غير مؤهل أنه ممكن شخص يدير مستشفى أو حتى عيادة بسيطة شخصيته مش واضحة أني أنا أقول لك أنه هذا شخص يكون قائد لا يمكن أن أنا أقدر أقول لك في بعض الأحيان العلم رؤساء كتير ودكتوريين وعندهم كانت هذا النظام الفاشي أو النظام اللي هو أنه يقدر يحكم شعب مثل الرئيس معمور القذافي ولكن كان لديه بعض الوسائل هو بالفعل شخصيته قادر على حتى أن يخطب مع الناس إذا لما بنحكي على معمور القذافي إذا عملنا تشبيه بينه وبينه بالرمزية حتى التحكم في الشعب والطغيان اللي كان موجودين مع مرور الزمن بغض النظر أنه شخص زي معمور القذافي أنا بيقدر يتحدث مع الشعب وبيقدر يسحر الشعب شوي ممكن يكون فيه عنده حوار مباشر بشار مش موجود هذي عنده حتى لما تم إلباسه هذه السلطة أنا للأسف بقوله أنه شخص أحضره يمكن من مكان ما إله علاقة بأي شيء من السلطة وتم إلباسه هذا المكان أو أنه جلس على هذه القيادة أو على الرئاسة للأسف كمان ما كان قادر كشخص أن يقنعني أنه ممكن أخاف منه أو سير عند رؤى برأيك هذا هو السبب أنه لا يظهر كثير على الأعلام لا يظهر كثير كلمات يوجه يعني خطابات للشعب السوري بسبب أنه لازم يتحضر كثير ويحفظ الدرس قبل ما يطلع للأسف إحنا حللنا له أشياء كثيرة جدا أنه ما عنده القدرة حتى لما الخطابات اللي بيعطوله إياها حتى المستشارين الإعلاميين بعض منهم كنا نعرفهم بعض منهم الآن غادر هو للأسف ما عنده يعني مهما أعطيته حتى يعني أنا بقول له هو التلميذ اللي هو في بعض منه التلميذ الفاشل اللي ممكن في الآخر بس يأخذ نص بلاءا عن النص ممكن يستحضر بعض الكلمات للأسف حتى النص اللي بيعطوله إياه بيلقيه بطريقة ما فيه حتى في رؤساء في عندهم فن الخطابة يقدر يحاول تظهر شخصيته أو تظهر الشخصية تبعتي أنا كشخص قائد لدي الدولة تظهر في هذا النص اللي أنا ممكن ألقيه أو حتى في الصحافة اللي هو بيكون موجودين وكثير منهم كان حتى مجلات وجرائد أو حتى تلفزيونات كان بيصير كثير يقطع لأنه كان بيصير عنده لخبط ويرجع ويعيده الأسئلة هذه الأشياء معروفة جدا حتى الإعلاميين ومستشارين اللي عنده لاحظوا هذه القصة نعم سيد تابلر يعني ببداية حكم بشار الأسد استطاع أنه يخدع الغرب بصورة الإصلاحي اللي عنده نظرة جديدة لسوريا حاول يعمل تغييرات لكنه صدم الجميع ببداية الثورة السورية لما استخدم العنف المفرد اتجاه الشعب السوري فبرأيك هاي الشخصية هل هي كانت موجودة بمكان داخل جواة بشار الأسد أم أنه هي تغيرت نتيجة الظروف أو نتيجة المحيطين فيه أعتقد أن ردة فعله للحراك الشعبي هي ردة فعل تتعلق بشخصيته ولديه سجل على أي حال أنه وعد بالإصلاحات ولكنه لم ينفذ على المستويين السياسي والاقتصادي وكذلك في البداية الغرب وعجب ببشار وبزوجته وهناك أمثلة كثيرة في هذا الإطار مثلاً وزير الخارجية السابق جون كاري في البدايات أيضاً كان معجب بهما ولكن هناك الكثير من القادة الذين يعجبون الغرب إلا أن بشار يختلف عن القادة الآخرين عندما يغادر قاع بعد اتفاق معه وفق من تفاوض معه بعد بضعة أيام سيقوم بفعل عكس ما اتفق عليه تماماً مما أدى إلى تقويد مستقيته وبالتالي هناك طبيعة مزدوجة لبشار الأسد منذ البداية صعب على الكثيرين تفسيرها البعض يقول أن ذلك يعود إلى النظام أو الحرس القديم ولكن في نهاية المطاف ما تعلمناه من الحركة في سوريا الثورة في سوريا هو أن الأسد هو الذي اتخذ القرارات واستعمل هذه الشخصية المزدوجة لمصلحته هو الشخصية وهذا النمط استمر طوال الثورة السورية في ردة فعل النظام الدموية للثورة مما أدى إلى قتل نصف مليون سوري حتى الآن طيب بالحديث عن الصورة التي رسم بشار الأسد ومرتو أنت يعني كان عندك بالماضي أنك عملت أو كان فيه لك عمل مع سيد الأولى مرتو لبشار الأسد اسم الأسد هل هي عندها تأثير عليه هل أدرت أنه هي تغير شيء منه وشو ممكن برأيك يكون رأيك باللي عم يصير هل هي موافقة على الجرائم العم يصير لا أعتقد أن لأسماء الأسد تأثير كبير على بشار ربما هناك بعض التواصل الشخصي من دون شك ولكن أيضا نعرف أن الكثير من الإصلاحات التي أرادت أن تدفع بها إلى الأمام لم تكن ممكنة وهي من بين أشخاص كثر في سوريا أرادوا أن يعطوا النظام فرصة خاصة في بداياته ولكن غالبية هؤلاء انتهوا بمغادرة البلاد وأعتقد أسماء لم تغادر لأنها متزوجة من بشار ولديها أطفال ولكن لا يمكنني أن أقول أنها مثلا ترحب بما حصل خلال الحرب ولكن فضلت أن تكون في سوريا الآن سيد زياد ذكرت أن بشار لا يمكن أن يغير أي شيء من الإرث الذي تركه وظل النظام العام موجود مثل ما هو شو السبب أنه لا يمكن أن يعمل أي تغيير حقيقي في قلب هذا النظام أنا قالت أنه لا يمكن أن يمكن أن يمكن أي تغيير لأن إذا كان أو لا يمكن أن تكون القضية مرتبطة بإرادته السياسية لا أعتقد أن بشار الأسد كان معنيا بشكل فعلي بتغيير النظام كان يريد بعض التجميل لهذا النظام من أجل كسب ود الغرب وبعض العواصم الغربية تحديدا من جهة وكسب بعض الفئات الاجتماعية داخل سوريا من جهة ثانية وبالتالي الموضوع الذي عمل عليه كان تحرير الاقتصاد من خلال بعض عمليات الخصخصة التي انتهت إلى استفراد أشخاص من عائلته وتحديدا ابن عمه بجزء كبير من القطاع الخاص ومن الاقتصاد السوري كما أنه استخدم صورة الحداثة التي أحاط نفسه بها وأحاطت أسماء الأسد ومن عمل معها وروج لها أيضا يعني قاموا حملة كانت تريد أن تؤثر على صورة هذا النظام وعلى تجميله وطبعا هناك في المخيلة الغربية صورة أيضا قاصرة أحيانا وساذجة أو عنصرية بمعنى أن ترى أن من يرتدي ربطة عنق ومن يرتدي لباسا أنيقا يشبه اللباس الغربي ويطقن اللغة الإنجليزية هو شخص كاف في مؤهلاته لكي يقوم بعملية إصلاح وهذا بالطبع يعني غير قائم في الحالة السورية ولم يكن قائما في الكثير من الحالات الأخرى النظام السوري بالأساس نظام حافظ الأسد هو الماكنة الحاكمة في سوريا وهو يستند إلى ثلاثين عاما من البناء الدقيق ودأوب لماكنة القمع يستند إلى سياسة خارجية نسميها أحيانا بالممانعة يعني سياسة القول بأنه ضد الإمبريالية وضد إسرائيل لكن في نفس الوقت من دون مواجهة إسرائيل ومواجهة أمريكا هو في نفس الوقت كان قادرا على التحالف مع إيران ومع المملكة العربية السعودية اشتاح لبنان وقال في خطابه إنه يدخل إلى البلد لإنقاذه فاحتله لمدة 29 عاما يتاجر بالقضية الفلسطينية وفي نفس الوقت يحاول السيطرة على الورقة الفلسطينية لاستخدامها في التفاوض بنى سياسة خارجية جعلت من العالم يتعامل معه كلاعب شرق أوسطي خارج إطار البحث حول الداخل السوري وحول القمع داخل سوريا حول سجن تدمر حيث مات مئات المساجين تحت التعذيب أو إعداما حول مدينة حمى التي قتل فيها عشرات الألاف وحول المفقودين وحول الجرائم التي ارتكبت في لبنان وفي المخيمات الفلسطينية فبشار ورث كل ذلك وتمكن من الاستمرار به بسبب النظام وماكنة النظام والأجهزة الأمنية وأيضا مرة أخرى بسبب الدعم الروسي والإيراني الذي ليس تفصيلا لأن هذا النظام كان سيتهاوى لو لا الدعم العسكري الإيراني والروسي ولولا تجنيد آلاف الميليشيات المذهبية من المنطقة وأيضا لو لا التراخي الدولي وتحديدا الأمريكي والأوروبي الذي سمح لهذه المقتلة السورية بأن تستمر لسنوات وأن تقتل أكثر من نصف مليون وتهجر الملايين وتبقي عشرات الألاف مفقودين داخل السجون السورية حيث يتعرضون عفوا للتعذيب والقتل ونستمع الآن إلى خطابات في أكثر من عاصمة غربية تقول بضرورة التطبيع مع الوضع إعادة الإعمار هذا النوع من الخطابات لحسن الحظ أن هذا الخطاب لم يتبنى بشكل رسمي بعد في أكثر من عاصمة وأن هناك جهودا قانونية تبذل من أجل أن لا تبقى سوريا أرضا للإفلات من العقاب ومن أجل أن تنتهي الحصانة التي تمتع بها القتلة لكن طبعا الأمر معقد وصعب ويتطلب إرادة سياسية أيضا وليس فقط إرادة قانونية من قبل أشخاص مخلصين يعملون على الموضوع نعم الضيوفي لحنا نحكي أكثر حول شخصية بشار الأسد وسياستو لكن بعد الفاصل القسي أهلا بكم من الجديد من ناقش به الحلقة من الحكي السوري حكم بشار الأسد وشخصيته مع عدد منه ضيوف من مدن وعواصم عده لكن قبل بدنا نشوف نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام عمل مقارنة بين بشار وحافظ الأسد وجه خدام بمقابلة تلفزيونية أجريت مع عمل الطويل انتقادات لاذي على بشار لاعتماده على القوى الأمنية من البداية الاب عنده عقل الابن عنده فقدان للعقل واحد أبو نصبه رئيس جمهوري أبو الميموت والناس سكتت كيف أنت تستخدم الجيش بكل قوته والأمن وكل قوتان بيتدمير سوريا بسبب مظاهرة احتجاجية على أخطاء قانفية أحد مسؤولين الأمن عندك لحظة معك سيد أنوار يعني رغم كل شي صار وجرى إلا أنه ما زال في البعض بيقول أنه المشكلة الحقيقة هي ما لب بشار الأسد هي بالمحاوطين له مثل يعني علي مملوك بحجر سليمان جميل حسن وهي الأسماء برأيك هن فعلا إلوندور أم أنه هو العقل المدبر للمجازر والجرائم العموصير بألف سوريا يعني أولا بختلف مع السيدة عبد حليم خدام ما هو عبد حليم خدام وحافظ أدر استخدم القوة والجيش لقمع الانتفاضة الشعبية بأواخر السبعينات في سوريا دمر نصف حماه وحلب وجسر الشغور يعني ما حدا يبيع وطنيات بهذه القصة استخدم الجيش من أيام حافظ أسد وما زال يستخدم الجيش لقمع الشعب السوري هي أولا ثانيا بشار الأسد هو استفاد من البنية الأمنية وبالعكس يعني هو غير كتير بالبنية الأمنية اللي ترك له ياها والده ما ضل على نفس البنية الأمنية غير كتير شخصيات وضع شخصيات مقربة منه زاح شخصيات قديمة بالعكس هو وضع سيطرة شخصية كاملة على كل منافذ أو قطاعات الجيش والأمن خاصة الأمن كان مندوبينه هم المسيطرون على معظم فروع الأمن وأقصى الحرس القديم كما يقال هو سيطر تماما شخصيا خلال ست سبع سنوات أو حتى الألفين وعشرة كان عم يحاول يسيطر بشكل كامل على كل القطاعات الأمن والجيش بسوريا بشكل شخصي بالإضافة لأنه كمان سيطر على قطاع الأقتصاد وهي الخطأ اللي ما كان أبوه يرتكبه يعني أبوه كان الأقتصاد يشارك فيه لكن ترك الأقتصاد لرؤوس الأموال اللي كانت تساعده من السوريين السنة كانوا يساعده فترك لهم القطاع الأعمال إجا بشار الأسد بده ينهب كل سوريا ما بده يترك مجال لحده يشاركه فيه لا الجيش ولا أمن ولا اقتصاد ولا زراعة ولا صناعة وبالتالي بده يبلع الكل هذا الشيء المقتل اللي كانت تبعيته الجشع الشديد اللي كان مسيطر عليه بالنسبة له أنا برأي أنه اللي صار سوريا بالنسبة لطفل غبي تعطيه لعبة ما بيعرفي لعب فيها فبيحطمها بدي أنه نقول هذه النقطة لسيد تابلر يعني برأيك الحاشية اللي كانت المحيطة ببشار الأسد وبأسماء الأسد هل هنن فعلا كان لوندورو كيف بينظر لهم الغرب يعني من وجهة نظر أمريكية كيف بيشوفوا الحاشية المحيطة فيها هل هنن بشاركوا المسؤولية أعتقد أن غالبية الحكومات الغربية التي تعرف النظام السوري تفهم أن هناك أقلية ونظام محاسبات ومزبونيات وقمع والقرار في نهاية المطاف هو في يد بشار الأسد ولديه أيضا أقرباء من العلويين أيضا وكذلك من الطوائف السورية الأخرى هي في بنية النظام وهذه البنية كما قال أحد الأشخاص أحد المشاركين مشابهة لهيكلية المافيا وكأن المافيا أيضا خلقت قوات استخباراتية مسلحة كالستازي ويعرف الجميع ما هي مهام هذه المافيا أما العلاقات بين الأشخاص داخل البنية فهذه لا نعرفها تماما وهو تحدي في التعاطي مع نظام بشار الأسد عبر السنين لنفهم مثلا إن كل هذه الشائعات المتعلقة بالاختلافات بين أعضاء الحاشية حقيقة أم لا أو أن بشار الأسد هو الذي يقرر في نهاية المطاب ونحن عبر الثورة أعتقد أننا تعلمنا أن بشار الأسد هو المسؤول الأخير عن قرارات الحكومة لكن بنفس الوقت يعني استطاع مثل ما ذكر سيد ماجد استطاع بشار الأسد أنه هو يوازن بين الأطراف كثير متعددة وقدر يستمر رغم كل الثورة يعني ظلت مستمرة من السنين هو يقدر يحافظ على وجوده هل هذا الشيء بسبب أنه الشخصية الوصفة البعض بأنه ممكن عندها مشاكل عقلية أو اضطرابات نفسية أو ما إلى ذلك عنده بجانب آخر من شخصيته حنكة سياسية أو وعي سياسي أعتقد أن هناك أكثر من سبب لبقاء النظام أعتقد هذا هو السؤال ربما ذلك يعود إلى شخصية بشار الأسد ولكن لا يكفي فقط أن نبرر ذلك بشخصيته هناك مخاوف كثيرة كانت في سوريا من قبل أشخاص كثر من أن يحاسبوا لو أطيح بالنظام وكذلك أيضا بدى مع تقدم الثورة أنهم لا يمكنوا أن يتوجهوا إلى أي مكان ربما لم يرحبوا بقرارات الأسد ولكنهم شعروا أن هذا هو الأفضل بالنسبة إليهم للمحافظة على حياتهم وبالتالي في الواقع لو نظرنا إلى مسار الحرب في سوريا فإن النظام لم يسقط ولكنه تضاءل إلى حد كبير ومن دون التدخل العسكري لإيران وحزب الله ولروسيا فمن دون شك النظام لكان قد تراجع إلى الساحل السوري ومناطق أخرى من سوريا تسيطر عليها المعارضة نعم سيد ناذر هل في شق نفسي ديني موجود عند بشار الأسد يعني هذا الالتمام حول الطائفة والدعم هل هو له مرجعية دينية أنه هو فقط الطريقة التي ورث فيها الحكم من أبوه الآن المعتقدات والديانة والمذهب هذه كلها يكون شيء موروث بالنسبة لبشار لا يعني إذا تلقشت معه إذا صار في حوار حتى في الطائفة اللي هو يتبحى تقاليدها أشيائها سوف نجد أنه يمكن يكون طالب فاشل في هذا الموضوع ما عندوش هذه المعلومات يفتقد يعني بالعكس كشخصية بشار أنا بتكلم كشخصية نفسية كشخصية اللي هو يقدر يتخذ قرار كشخصية أنا ممكن أقول إنه هو دكتور ناجح بالعكس هياخد أرقام فاشلة جدا وضعيفة جدا اعتماده على الأجهزة حواليه الأجهزة القمعية اعتماد كبير جدا فيه نقطة عشان الناس تنتبه كيف لما بيحصل مقارنة لنصل إذا كان هالدكتور بالفعل ناجح يستخدم وسائل وعنده فيه حاجة اسمه اتخاذ القرار أو سيكولوجي اتخاذ القرار مع الزعماء أو لأي شخص سياسي أو قائد لما يكون دائما نقول فيه طائرة أسقطت لسوريا وطائرة أسقطت لبعض ثلاث دول ستجيب لك منهم اثنين طبعا غادروا الدنيا معامر القذافي علي عبدالله صالح وبشار الأسد نفترض أنه عنده على الهاتف الآن وبيصير في عنده إسقاط طائرة لأيه وبيتكلم مع الدولة اللي أسقطت هذه الطائرة بالخطأ معامر القذافي قادر على اتخاذ القرار في أقل من تسع سوان يستطيع أن يتخذ القرار مباشرة على الهاتف علي عبدالله صالح هيأخذ وقت ويناقش لكن هو هيأخذ القرار في نهاية المكالمة بشار لن يستطيع بشار ممكن ينهي المكالمة في أي لحظة ممكن يقول أنه التليفون قطع الخط ممكن ينهيه هو بنفسه بيأخذ وقت يرجع يستشير طب يا جماعة شو صار طب كذا كذا حتى في هذه نحن بلاحظه كل القرارات اللي إذا أخذها ما بقدر أقولك أنه هو صاحب السلطة المركزية مش مثله مثل زي معمر لما أجع قارنه بأي شخص آخر كان في نفس السلطة هذه وكان في نفس المدى الإجرام الدامه اللي هو بيستخدمه للأسف هو بيستخدم الوسائل اللي حواليه بالنسبة لموضوع المشاكل اللي بتحدث معه بشار الأسد طبعا معروف منذ السنوات واضح جدا أنه بيأخذ بعض الأدوية اللي إليها علاقة بالكنترول اللي إحنا بسميها التحكم اللي ممكن تكون اللي هي اللي هي العلاقة بالأراقل اللي عنده مشاكل في شخصيته اللي هي العلاقة في الانفصام اللي ممكن يصير له بشار من الشخصيات اللي ممكن لو أعطنا له السلاح وقلت قبل ذلك في بعض الأحيان ممكن نعطي لبعض الزعماء أسلحة سلاح يكون بيده بغض النظر سكين أو مسدس أو أي شيء بشار ممكن تسيبه حالة حلع وممكن يقتل كل من يكون حواليه حتى لو كانت الأسرة اللي هي المقربة لإله الزعماء الآخرين في بعض منهم يرفض معامر قذافي قلت حتى قبل ما يتوفى لو معه مسدسان يستطيع أن يقتب به مع أنه كان ذمه جدا ومغتصب وأشياء كثيرة جدا بشار ما عنده قصص الاختصاب هذه النقطة مختلفة ولكن في نوبات حلع إذا مع سلاح أو مع شيء أي من هذا القبيل للأسف لا يستطيع أن يسيطر على نفسه وقد يضر أقرب الناس لإله سيد زياد يقولون أن بشار الأسد حاول يركز أو تعزيز طرق الصوفية بالمجتمع السوري لحتى يبعد تهمة أنه هو الرئيس العلوي يعني برأيك هل فعلا هو عمل هذا الشيء؟ لا طبعا يعني الكلام غير دقيق ما في شيء له علاقة بالتصوف بالمعنى الفلسفة إنما من أيام الأب من أيام حافظ الأسد وأنا بالأول قلت أنه الأب هو اللي كان قادر يعمل كل التحالفات المتناقضة وما كنت عم بحكي عن بشار الأسد بشار فقط ورث سلطة كان الأب دربه على التعامل مع كل أنواع التناقضات أما بالنسبة لموضوع إدخال الإسلام السياسي إلى المجتمع السوري حافظ الأسد خلال مواجهته مع الأخوان المسلمين في آخر السبعينات وخلال أوائل الثمانينات وبعد هذه المواجهة الدموية التي ارتكب خلالها مذابح في حمى وقبلها في تدمر وفي أكثر من مكان آخر لجأ إلى اعتماد الإسلام غير السياسي بمعنى الإسلام المحافظ وتشجيع مؤسسات دينية وتبني علماء دين محافظين وتشجيع ظاهرات لرأينا مثلا القبيسيات لاحقا أو غيرها من الظواهر التي كانت في المجتمع السوري من أجل القول أنه ليس ضد الإسلام السني وإنما هو ضد الإخوان المسلمين تحديدا في وقت بشار الأسد أجهزة المخابرات السورية وخلال الاشتياح ثم الاحتلال الأمريكي للعراق استخدمت شبكات وشجعت جهاديين على دخول العراق من أجل قتال الأمريكيين هناك لجعلهم في مأزق حين كان بوش الأبن يهدد النظام السوري ويهدد إيران ثم لجأت وكما ذكر الأستاذ أنور لجأت عبر آسف شوكات علي مملوك وآخرين إلى تسليم بعض هؤلاء الجهاديين إلى دول غربية كانت تطالب بهم ثم شجعت أيضا إسلاما محافظا في أكثر من مكان وسمحت بتبلور شبكات تبعد السوريين عن السياسة وتبقيهم ضمن بعض المؤسسات الدينية للقول أن الموقف من الإسلام هو موقف من الإسلام السياسي فقط يعني مرة أخرى عمل أجهزة مخابرات مع تراث نظام في إدارة التناقضات ضمن الخريطة الإسلامية ومن أجل توظيفها لاحقا وبعد قيام الثورة السورية في مارس 2011 لجأ النظام ابتداء من شهر حزيران يونيو 2011 إلى إطلاق صراح الكثير من الجهاديين ومن الإسلاميين السلفيين ومن القيادات الإسلامية الكفاحية أو الجهادية التي كانت في سجونه والتي ألقى القبض عليها بعد أن سمح لها بالعمل في العراق لفترة تحديدا بعد أن هدده الأمريكيون بشكل جدي في العام 2006-2007 وعرف أنه من خلال إطلاق صراح هؤلاء الأشخاص سيقومون بتنظيم مجموعات مسلحة لكي يستخدم الموضوع ذريعا للقول إن من يواجهه هم إسلاميون متطرفون ضمن نفس المقولات التي تسود والتي تستهوي دوائر غربية وتستهوي أيضا بعض الأقليات في سوريا وفي المنطقة إما أنا أي هذا النظام الاستبدادي أو الفوضى الشاملة وسعود التطرف الإسلامي هذا ما فعله وعزز داعش بهذا المعنى حين ظهرت وحين قامت كظاهرة في سوريا وعلى مدى أشهر طويلة لم يقصف طيرانه الذي كان يلقي البرميل على المدنيين السوريين وعلى المعارضة السورية لم يقصف داعش مرة إلى أن تمكنت من جزء من الجسد السوري لكي يقول من جديد إما أنا أو داعش هذه السياسة هي ميراث لأكثر من ديكتاتورية وأنا أختلف مع الضيف الزميل الذي يتحدث عن ديكتاتور ناجح وديكتاتور فاشل الديكتاتور بتعريفه في العلوم السياسية هو شخص على رأس نظام قد يكون مستبد وعنفه رمزي لكنه في أي حال يمنع عن المجتمع التنفس بحرية ويمنع الحياة ويمنع تجدد الحياة نعم سيد زياد ماجد بتشكر وجودك معنا للأسف أنت تغادرنا شكرا لك زياد ماجد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في باريس والشكر أكيد لسيد أندرو تابلر كبير باحثين في معهد واشنطن لسياسة الشرخ الأدنى لكن هنكمل النقاش مع ضيوفنا سيد أنوار وسيد نادرياغي بعد الفاصل أهلا بكم من الجديد بالجزء الأخير من هذه الحلقة من الحكي السوري والذي نوقف فيها مع ضيوفنا عند أهم المحطات في حكم عائلة الأسد لسوريا أول شيء سيد نادري بس بدي أعطيك يعني إذا عندك توضيح حول ما ذكره ضيفي من شوي بالمقارنة التي عملتها شو كان هدفك منها شوفي أنا دائما أعمالها للتبسيط ليس أنه أنا بحاول أظهر أنه في رئيس ديكتاتور أنه كان هذا لذيذ أو هذا دمه خفيف أو أنه كان بيطبط بطريقة القتل لا هي العملية القصد أنه لما يتم إلبسك هذا الدور أو أنت بالفعل أصبحت مسيطر بقوة على أنك هذا المركز تكون ديكتاتور وتكون تحكم في شعب تبعك لعدد من السنوات وتكون قاتل وهذا الشيء هذا القصد منه في بعض الأحيان عندما تفقد بعض الأدوات هل تستطيع أن تدير الدولة أو لا هل لما بيكون في عندك ضغط عندك في حاجة نسميح حالات طوارئ في بعض الأحيان تحصل طارق أنه الآن فقدت الجيش أو الآن يمكن محاصرة عندك على بيت الرئاسة هذا اللي أنا بقصده أنه قرارك هل أنت قادر بالفعل تتخذ القرار في نفس اللحظة لما أنا بقارن من قول أنه معامر قذافي وقت موته كان معه اثنين من الأسلحة ولم يستطيع أن يستخدم السلاح مش لأنه هو مالحته أو الوقت مالحي يسعفه لا كشخصية وتحدث فيها قبل ما تصير هذا الموقف بأكثر من سنة إحنا بنقدر أنا شغلانتي أني حلل شخصية الشخص بناءا على المعطيات اللي أنا بشوفها الوسائل اللي عنده بشار ما عنده الموارد اللي أنا بقولك أنه هي الشخصية القوية لا في فن الخطابة ولا في القدرة على إقناع الطرف الآخر ولا أني أنا بتكلم عنده قدرة في السيكوجيلي اتخاذ القرار لا يعني ذلك أني أنا بدي أخفف أقول أنه يعني مش هو دكتور هو في الآخر دكتور ولكن يفتقط كل هذه الأشياء طيب ضيوفنا خلونا نشوف رأي الشارع السوري ببشار الأسد بشار الأسد بشار الأسد بشار الظالم يعني ما هو ما استحق يعني ما ما استحق يكون لشعب لشعب مثل شعب السونية يعني بشار الأسد يستحق أن يكون طغيط العصر بلا منازع بحكم الإجرام الذي أجرمه في حق السوريين جميعا من تقتل وتهجير وتدمير لأعرق وأجمل مدينة على وجه الأرض دولي على وجه الأرض لو هي سوريا دعني نحنا لا منحبه ولم نكره عرفت كيف ونتمنى ترجع لبرد بخير وسلام إن شاء الله إنسان دمر وطن دمر شعب دمر أمي بأكمله وجيل بأكمله أجيال متلاحقة من وراء تصرفاته الغبية يعني كل واحد كان له دوره طبعا يعني حافظ الأسد كان له دوره كان عم يأسس لحكم بيت الأسد فبشار الأسد استلم الحكم جاهز يعني أزر رأس الهرم سيء فما بلق بالهرم يعني الحكومة المتواجدة مثلا يعني وصل لمرحلة أكبر بكتير يعني من الحقد والإجرام لو بيحب شعبه ولو بيحب بلده ما كان ساوي به الشعب هي يجمع كعيلته هو كعلوي يجمع عيلته العلوية ويحطهم يحافظ عليهم يعني ما عبي أخذ شي من راسه يعني عبي أخذ من آراء حواليته يعني عبي أسمع من كلام فلان كلام علنا إيران روسيا بيستشير بي روسيا بيستعين بي إيران بيستعين بي حزب الله فهو أنا برأي أنه هذا ما هو رئيس سيد أنور يعني حاول بشار الأسد من البداية ترويج فكرة أنه هو الرئيس المحبوب وعملوا مهرجان من حبك وكتير يعني من الأغاني اللي تغذلت وعبرت على آراء يعني الشعب بحب بشار الأسد مع هيك سمعنا لما كان عندهم الفرصة أنه هنا نحكوا رأيون الحقيقي تقريبا معظم الآراء هي في نوع من الكره أو عدد اختناع بأنه هذا الشخص يكون رئيس سوريا برأيك شو هو سبب فشل بشار الأسد أنه يقدر يعني يعطي صورة الرئيس أو أنه يخلي شعبه يحبه يعني كما قلت لك هو شخص معاق منذ البداية وعندما كان ضعيف مركزه ضعيف جدا وبالتالي ابتدأ يقويه مع الزمن لكن عندما شعره بأن هناك أي مشكلة ضربه بشكل بشكل قوي وكانت اعتقالات ربيع دمشق منذ عام 2000 كانت 2001 كانت اعتقالات ربيع دمشق والتالي ضربه بيد بن حديد اعتقلها عشرات عندما كان الحرب في العراق أرسل الجهاديين بالآلاف إلى العراق وهو يشجعهم وعندما عاد اعتقلهم وباعهم لأمريكا بعد ذلك كما قلت لك البشار الأسد استمر بفعل آلية نظام وضعت من قبل والده هذه الآلية كانت تعتمد على خلق المشكلات في المجتمع السوري وفي المحيط والقبض على هذه المشكلات وعند مخاطبة الآخرين إذا أنا أزحت من مكاني ستنفلت هذه المشكلات في وجهكم في وجهكم يخلق يزرع الغام في المجتمع تكلم دكتور زياد عن تشجيع الإسلام السياسي نعم كان يزرع ألغام في المجتمع بتشجيعه الإسلام الغير سياسي الإسلام الديني في سوريا كان يزرع الألغام في المجتمع من أجل أن يقول أنا بديل ويقبط على هذه المشكلات شجع الإرهاب وقبض عليهم شجع الفي كي كي وقبض عليهم شجع حزب الله وكان تحت يديه شجع الحماس والجهاد وتحت يديه كان يزرع الألغام في المجتمع وفي دول المحيط ويقبط عليها كيف كان عم يدل هذا الشخص الذي أنت يقول أنه عنده مشاكل عقلية كيف عم يدل أنه يعمل كل هالتناقضات كل هالسياسات أنا أقول والده 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 زرع هذه الآلية والده زرع هذه الآلية هو استفاد منها هذه الآلية زرعها والده من قبله وقبض وبشار جاء يقبض على هذه الألغام جاء يضع يديه على هذه الألغام وعندما ابتدأت المشاكل بدأ يفجرها فجر رفيق الحريري فجره في لبنان فجر مشاكل حزب الله بحرب تموز بدأ يفجر هذه الأدوات ليرهب العالم بها فجر الإرهاب المضطرف للعراق عندما أرسل الإرهابيين للعراق البيكيكي وحزب العمال أعادت تنشيطه هو استفاد من الآليات التي زرعها والده قبله وبالتالي استمر يقبض على كما يقولون صندوق الأسرار الأسود الذي يحرك دول المنطقة والمجتمع السوري ويبين أين هي الألغام التي زرعها حتى لا تتفجر وبالتالي هذا ما جعل روسيا وإيران والغرب يستمر بعدم النظر بالإطاحة به لأنه يمسك هذه الألغام التي يفجرها في وجه الجميع طيب بوجهة نظر حقوقية برأيك قديش قرب بشار الأسد من أنه يوصل لمحاكمة مباشرة لكل الجرائم التي عملها قرب جدا أصبح قاب قوسين أو أدنى نحن في الدعاوي التي قمناها في برلين أمام المدعي العام الفيدرالي هو على رأس قائمة المتهمين بالجرائم ليس لأنه رئيس دولة مسؤول عن ما يقوم به تابعيه ولكنه لأن قام بهذا الفعل بنفسه هو هو من وقع قرارات الإعدام بالذات هو من وقع قرارات الإعدام بإعدام أكثر من 15 ألف معتقل في سجن صيدنايا وبالتالي هو مجرم ليس بصفته رئيس دولة وإنما بصفته كمجرم ارتكبت جرم على فكرة إحدى الحقائق التي عن بشار الأسد وأنا كنت في سجن عدرة المدني كان هناك أكثر من ألفين سجين بعدرة محكومين بالإعدام منذ سنوات طويلة بعضها وصل إلى عشرين سنة وكان يحتاج تصديق الحكم الإعدام إلى توقيع رئيس الجمهورية كان حافظ أسد لا يوقع هذه القرارات الإعدام ويتركها هم مجرمين جنائيين طبعا وليسوا سياسيين كان حافظ أسد لا يوقع هذه الأحكام حتى لا تنفذ الأحكام وبعضهم أمضى أكثر من عشرين سنة محكوم بالإعدام ودون أن تنفذ الحكم عندما جاء بشار الأسد عام 2001 وقع كل قرارات الإعدام الذي سبق أن صدرت وسميت يومها مجزرة سجن عدرة أعدم أكثر من ميتين شخص محكومين إعدام ومؤجل تنفيذ إعدامهم منذ عشر سنوات هذه هي الطبيعة النفسية لبشار الأسد المجرم منذ بدء تبليه رئاسة السلطة بتدقها بتوقيع أحكام إعدام على سجناء سيد نادري ممكن يكون العنف هذا المتطرف الذي يقوم في بشار الأسد هو محاولة إخفاء الضعف الموجود داخل شخصيته طبعا في بعض الأحيان دائما بنسمي الهروب من الواقع في بعض الأحيان إذا أهروب من الواقع الشخصية الضعيفة التي لدي أنا ممكن أقوم بتنفيذ أشياء فيها قتل فيها إرهاب أو ممكن أنا أكون أداة لأني أكسر أو أعمل أي شيء لكي لا تظهر هذه الشخصية وهذه معروفة جدا في بعض الأحيان نجدها حتى في الدراما أنه بيكون شخصيته مثل الخروف بيسموه في البيت وبيعمل نفسه أسد برا فهذه الشخصية موجودة هو للأسف عنده بيسميها في بعض الأحيان شخصية مركبة ولكن لا ترتقي إلى شخصية نحنا نقول أنه وصل لمرحلة الجنون الشخصيات المركبة التي ممكن يكون فيها عنده شخصية الألنية عنده الفوبيا مرتفعة في عنده أشياء كثيرة فالشخصية المركبة للأسف التعامل معها بيكون صعب لكن الشخص اللي مثل بشرة ما يكون هو صاحب سلطة وصاحب مركز بيفرض هذا الشيء على الجميع فعملية أنه مثلا لما أصدر قرار أنه قتل المجموعة هؤلاء اللي كان رفض أنه حافظ الأسد أنه يعملها أو نقول أنه لكي لا تتحول أنا أعرف أنه في بعض السوريين عندهم معنافة بيأخذهم أنه ممكن أنه هو معاق أو كذا الشخصية لا أستطيع أن أحللها نفسيا لا أستطيع أنه بشار هو معاق المعاق لا أستطيع أن يكون عنده هذه الشخصية ولكن يصبح لابس عند بعض الأشخاص أنه الشخصية المركبة ممكن تشوفها في اللحظة بالأحيانة تقول أنه شخصية مختلفة جدا في الليل من الأشياء التي رأناها والإيميلات والأشياء التي كان يتواصل فيها مع بعض الآخرين والأشياء التي كشفت في بعض الأحيان التي تكشفها في بعض الأجهزة شخصيته بالليل مختلفة نهائيا عن الشخص الذي يمكن تتخياله الذي يصحى الصبح ويكون مدمر شخصيته بالليل له علاقة بالهيب هوب وعلاقة بالموسيقى نعم للأسف لأنه عنده شخصية مركبة عنده كذا فلذلك أنا أقول أنه يفشر في بعض الأحيان أنه يقنع أنه شخصية دكتورية قوية لأنه يجب أن تستمر هذه الشخصية معها فلذلك الله أعلم أنا متوقع أنه في يوم الأيام سوف تصوب نوبة من الهلع ممكن ما بتعرف ردة الفعل تبعته تأذيه نفسيا أو تأذي صغيرة جدا الممكن تكون موجودة معه في نفس المكان وهذا احكمال كبير نادر يعني شو بيفكر بشار الأسد لما بيحط رأسه على المخد بدينام شو بيفكر للأسف دائما أنا بقولها الزعماء اللي بيوصل لهذه المرحلة عنده مشكلتين مرحلة اللي نسميها الألوهية يصل إلى مرحلة أنه يعتبر نفسه وصل إلى يتحكم في هذا الشعب هو يقرر إمتى ممكن يموت وإمتى ممكن ما يموت انت انتبهي عشان توصل لهذا المركز توصل لهذا السلطة والإجرام اللي هو بيعمله هو ينام ويعرف جيدا أنه بس بتليفون بس بمسج بكلمة بسيطة جدا ممكن بحرفين فقط عبر أو عبر أي جهة سوري عبر أي شيء ممكن تتخيلي ممكن يقتل فيها مية ممكن يقتل فيها عشرة ممكن يقتل فيها ألف هذا الشخص لما يجي نام شخصية طبيعية لا يستطيع للأسف يصبح لديه الفصام التي تتحدث عنه الشخصية المتعددة يحاول يبحث عن شخصيته الواقعية التي كانت موجودة في سوريا لما كان طبيعي سيد أنور سيد أنور برأيك عدالة بقى تقريب أما هو مفصول تماما عن الواقع ومتغيب عن الحقيقة على مصير لا يعرف تماما يعرف تماما بأن محاكمته قريبة ويعرف تماما أن مصيره محتوم ويكابر على هذا المصير ويعرف تماما بأن لا يمكن بأي لحظة ما أن يعود رئيس لسوريا في أي فترة ما مستقبلية يعرف هذا تماما ولكن ينفصل عن هذه الحقيقة كما قال أستاذ نادر يحاول أن ينفصل عنها بمزيد من القتل يرد عليها بمزيد من العنف بمزيد من الددمير بمزيد من المكابرة لكن في قرارة نفسه يعرف أن نهايته أصبحت محتومة ليس الآن منذ فترة نهايته أصبحت محتومة حتى من أصدقائه وحلفائه يعرف هذا ومتأكد منه تماما يكابر يرتكب مزيد من العنف يحاول أن يقتل أكثر من الناس لكن أكيد هو يعرف أن نهايته محتومة وأصبحت قريبة جدا جدا للأسف وصلنا لنهاية الحلقة اليوم من الحكي سوري وبنهايتها بشكر ضيوفي من برلين أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية ومن دبي سيد نادر ياغي استشاري عن النفس السياسي مشاهدينا نشك من الثلاثة الجاية بنفس الموعد إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة